حيا على البدار الله يحظك وشوف هذا الجميل ما شاء الله السلام عليكم ومساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة من حي جروة المتجين إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة المغرب رح ناخد جولة سريعة في حي جرول في الدائر الثاني في الطريق المادي إلى حي العتيبية فناخد جولة إن شاء الله سريعة ونستمتع في هذه الجولة المسائية إلى الحرم طيب هذا الطريق اللي يوديك على حي العتيبية الحجون وهذا الدائر الثاني نشوف الحافلة هذه رح تتجه إلى المدينة اللي يبغي يركب على المدينة يجي عند هذولة الحافلات اللي هنا توديك على المدينة طبعا هذه السيارات اللي جاية من أنفاق السليمانية وراح نخرج على الحرم المدينة هالمدينة تقريبا المدينة بـ 70 ريال تقريبا الحافلة الصغيرة الكبيرة هذه يمكن أن أرخص فندق صفوة الريان بالتجاه شارع التيسير باتجاه شارع التيسير أنفاق السليمانية يصار المسجد الحرام شارع حسان بن ثابت إلى حي التيسير من حي جرول شوف هذا حي جرول والله عندنا مسافة بعيدة حتى نوصل الحرم وتقريبا بقي أقل من نصف ساعة على أذان المغرب لكن نستمتع بهذه الجولة في الأحياء الشمالية شمال الحرام كنت أقول لـ يسر ريال مسجد بير طواه قدامي الآن مسافة بسيطة إن شاء الله يمديني على الحرم مسافة بسيطة ماشاء الله هنا بيع الخضار والفواكه أنا أصير قصب السكر وهذه أسواق الخضار والفواكه كديما تقريبا راح تزال هذه المنطقة وكان هنا مكان لبيع التمور والخضار والفواكه كان أحد الأسواق الكبيرة والشهيرة في هذا المكان طيب شوفوا هذا حي جرول حي جرول جميل ماشاء ومن هنا طلالة جميلة على منطقة الحرام شوفوا هذه أحد البيوت الأثرية أو أحد البيوت الكديمة شوفوا طلالة على الحرام كيف نشوف مثل هذه الحافلات هي اللي آآ راح تتوجه للمدينة هذه مستشفى الأولادة كديما خلاص انتهى نقلوها على طريق الطاف طبعا تركب للدمام الدمام الرياض المدينة المنورة تركب من هنا شوفوا الحافلات تحصل حافلات في هذا المكان شوفوا هذه أحد المشاريع اللي تابعة للحرام ما عليش بطول عليكم لكن ناخذها جولة متوصلة للحرم نشوف مدينة نلحق على صلاة المغرب أو وزان المغرب في الحرم أو لا شوف هذه الحافلات كلها مدينة مدينة المدينة المنورة هذه الحافلة على المدينة المنورة كنتك رياض الضيافة أحد الفناتك الجميلة كنتك المنارة وهذا بير طوى بير طوى هذه قصته أمسح الباركود علشان تعرف قصة هذا البير خلاص العمال الخارجين من الحرم وهذه منطقة للحافلات مخصصة للحافلات سواء سابتكو أو حافلات مكة اللي تنقلك على إلى مسجد التنعيم تقريباً تذكرة بربع ريال تذكرة بربع ريال على اليسار على اليسار أحي التيسير تقريباً 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 دخلين على مواقف الحافلات ما يمتلك هذه مكان خروج في حي التيسير واللي كان من المدينة يتصل على من هذا الطريق ما شاء الله صور مسائية للأحياء الشمالية شاهدوا منطقة الحافلات وعلى اليمين مخيم لتوزيع وجبات الأفطار موسم رمضان وليوم الاثنين بس ما ادري في توزيع ولا لا شوفوا ما شاء الله هذي كلها منطقة حافلات موسم رمضان موسم رمضان جزا منطقة حافلة موسم رمضان موسم رمضان موسم رمضان الضيوف الرحمن والمعتمرين شوفوا أغلبهم معتمرين أغلبهم معتمرين وزحمة لو نمشي وراهم راح نتأخر نخرج من هنا هذا الدائري الأول شوفوا زحمة ضيوف الرحمن بأعداد كبيرة ما شاء الله ما شاء الله شوفوا زحمتهم هنا أنا راح أسلك هذا المصار علشان نجي على طلالة جميلة على ساحات الحرام ضيوف الرحمن وهم خرجين أو متجهين إلى ساحات الحرام ما شاء الله بأعداد كبيرة عندنا فندق ويس فندق نور الصلاح فندق شذى شريتون وأنجم وكل هذه الفنادق عليها حجوزات شعر رمضان هذا فندق شذى فندق شريتون فندق أنجم شوفوا الإطلالة على المتجهين الحرام خلاص باقي دقيقتين ويأذن ما راح نلحق على الأذان في ساحة الحرام بس إن شاء الله نصلي معهم خلاص دقيقتين أو أو صلاة دقائق ويأذن شوفوا بس الإطلالة الجميلة ما شاء الله وشوفنا الضيوف الرحمن بأعداد كبيرة متجهين للحرم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أعداد كبيرة خلاص أذن أو قرب يأذن المغرب ولازلنا نشوف أعداد كبيرة داخله على الحرم طبعا أكيد الصلاة راح تكون في التوسع السعودية الثالثة وفي رمضان راح يفتحون انفاق من حي جرول توصلك مباشرة على على ساحات على الساحات الشمالية وعلى التوسع السعودية الثالثة راح يكون أسهل للدخول يعني المسافة اللي قطعناها الآن تقريبا نصف ساعة في رمضان أو إذا فتحوا النفق في موسم رمضان وتقريبا عشر دقائق وأنت في أروكة الحرم شوفوا ما شاء الله زحمتهم وهم داخلين على الحرم على الصواني ويذن للمغرب وحنا دخلين على الساحات الشمالية دخلنا على الساحات وراح يرفع على ظان الان ونتهينا من صلاة المغرب وراح نشوف صفر الصايمين راح تفرش الآن بين صلاة المغرب والعشا ما شاء الله حصلنا حين المتابعين من الأردن من مدينة تربدا نعم مدينة تربدا ما شاء الله حياكم الله أهلا وسهلا مشكول مشكول أعطي العقل الله يحضركم من المتابعين المتميزين ما شاء الله الله يحضركم وشوف هذا الجميل ما شاء الله الله يشعدك إن شاء الله شكرا لك شكرا لكم تعينا من صلاة المغرب وقابلنا الأحبة والآن خارجين على الساحات الغربية وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم نعيدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام